اشتركوا في القناة من التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وقد اشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الى ان قطاع الشباب والرياضة يشهد نقلة نوعية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حيث يدخل هذا القطاع ضمن مشروع جلالته الاصلحي الذي وضع الخطوط العريضة التي ساهمت في العملية الترموية الشاملة في شتى القطاعات كما اكد سموه على ان القيادة الرشيدة تتول اهتماما خاصا بقطاع الشباب والرياضة وذلك من اجل الوصول لاعلى المراتب على المستوى العالمي الامر الذي يساهم في تطوير مستوى الشباب البحريني في مختلف الرياضات منوه ان سموه ان سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الاعلى لشباب والرياضة رئيس لجنة الولمبية البحرينية يسعى جاهدا لترجمة رؤى القيادة الرشيدة من خلال الخطط والبرامج التي يقدمها المجلس الاعلى للشباب والرياضة وما تنفذه اللجنة الولمبية البحرينية ووزارة شؤون الشباب والرياضة في سبيل رفع المستوى العام لهذا القطاع واعرب سموه عن ثقته العالية بقدرة الفريق على تحقيق مراكز متقدمة في بطولة اوروبا الدولية المفتوحة الاولى لفنون القتال المختلطة مشيرا سموه الى ان هذه البطولة هي فرصة للمقاتلين لاثبات قدراتهم على منافسة الابطال العالميين في مختلف الاوزان خاصة وان اعضاء الفريق كثفوا استعداداتهم في الفترة الاخيرة من اجل الوصول الى جاهزية مثالية تمكنهم من بلوغ منصة التتويج ورفع اسم مملكة البحرين في هذا المحفل العالمي العزيمة والاسراء التحدي والمثابرة هو عنوان مقاتلين فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء والذي انهى استعداداته للمشاركة في بطولة اوروبا الاولى المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء فالجاهزية المثالية تتطلب روحا قتالية والروح القتالية تأتي بعد الاستعدادات القوية اعتقد ان فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة هو بداية موافق لمملكة البحرين في الظهور العالمي المميز كما ان سموشي خالد وفار كافة الامكانيات للنهوض بهذا الفريق والله استعدادات كلها الجيدة كانت استعدادا طبعا في البحرين كنا على معسكة ثلاثة شهور لحد الحين مع المدربين واللاعبين جاهزين ان شاء الله عندنا لاعب واحد عبدالله من فريدي مرض اول ما وصل هنا بس ان شاء الله راح يكون جاهز حق البطولة هي المشاركة الثانية الخارجية للفريق بعد بطولة العالم في لاس فيغاس لذا فان الاستعدادات اصبحت اسهل وقد استعد الفريق قبل عدة اشهر لهذه البطولة فقد انهى فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء كافة التحضيرات الفنية والذهنية والبدنية من اجل خوض غمار المنافسات بعد برنامج تدريبي مكثف من قبل الجهاز الفني والذي تضمن تمرين لرفع اللياقة البدنية وتدريبات خاصة بفنون القتال المختلطة بالاضافة الى البرنامج الخاص بالتغذية لانقاص الوزن اولا شكر خاصة للمشيخ خابن حمد لدعم الفريق الاممية والتكون الفريق والحمد لله المورة طيبة طبعا المشاركات من عقوب لاس فيغاس هاي مشاركة ثاني الفريق في اوروبا وطبعا الاولى من نوعها للهواء وصل الله التوفيق ان شاء الله لكل مشاركين ان شاء الله الحمد لله احنا جاهزين صلنا فترة نتمرن فيها يعني اكثر من ثلاث شهور بس الفترة نركزنا فيها كان ثلاث شهور يعني من اول ثلاث شهور احنا بدين نتمرن اللي هو من شهر ثلاثة كون اللي هذا اليوم احنا ما وقفنا عن الشي كان نتمرن والحمد لله اللي جاهزين باتر ان شاء الله الوزن اول شي بغيت اشكر سمو الشيخ خالد عن الجهود والدعم حق الفريق وحرصة على من حصل احسن التدريبات وانشارك في احسن البطولات والحمد لله التمارين كانت جيدة وتقريبا عد من ثلاثة الى اربعة شهر حق هذه البطولة خصوصا عقب بطولة فيغاس الولد شامبينشور الحمد لله تعلمنا من الاغلاط وتطورنا من نفسنا وانشاء الله الياي احسن كثفنا التمارين مع الفريق كي ايش كي وطبعا دعم السمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لنا ومع المدربين المدرب ايلدار ورينالد ورضا من فاردي الحمد لله قمنا بكل التمارين والحين عييني نشايك نفسنا في البطولة ان شاء الله نطلع مركز الاول وننرفع عرص البحران مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق البطولة الاوروبية فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهوا يعلم جهزيته حازم الشيخ لمركز الاخبار مدينة بيرمينغهام البريطانية